عند الواحدة بتوقيت جرينيتش توقف تماما البث التقليدي لإذاعة بي بي سي عربي بعد 85 عاما من انطلاقها ومع إغلاق أبواب استيديوهات الإذاعة وإطفاء المايكروفونات تنطوي اليوم صفحة الأثير من الإذاعة العربية العريقة بكل ما تحمله لجمهورها من ذكريات ولقاءات فريدة وتغطية لأبرز الأحداث العالمية على مدى العقود الثمانية الماضية لا نقول وداعا بل ننتظركم على منصات بي بي سي نيوز عربي حيث سيبقى صوت بي بي سي بهذه الكلمات اختتم الإذاعي القدير محمود المسلمي آخر بث للإذاعة رفقة زميله في بي بي سي أيضا نور الدين زورجي قبل وضع النقطة الأخيرة في السطر الأخير من تاريخ ومسيرة إذاعة بي بي سي وقبل أن تأتي اللحظة الصعبة وهي صعب علينا جميعا دعونا نجعلها لحظة احتفاء وتقدير واعتزاز احتفاء بمقدمة إذاعتنا من عطاء وإرث نفخر به جميعا وأيضا بمن سهموا في هذه المسيرة الحافلة والباقية مهما مر الزمن نتذكر بكل الاعتزاز والتقدير من رحلوا عن عالمنا وندعو بالصحة والعافية لرفاق المشوار وهم بالتأكيد معنا الآن ثم لكم أنتم رصيدنا الأكبر والأعز يا مستمعين الأعزاء تحية لوفائكم ومحبتكم وإخلاصكم كل الشكر والتقدير والامتنان على مر هذه المسيرة أنتم الركن الركين في مسيرتنا لا يمكن أبدا أن نفرط في هذا الزخم الرائع نبادلكم حبا بحب ووفاء بوفاء واعتزازا باعتزاز وهنا لا نقول وداعا بل إننا ننتظركم على منصات بي بي سي نيوز عربي وعلى منصة هنا لندن حيث سيبقى صوت بي بي سي يبقى ليتواصل بيننا المشوار وننوه أن ما لدينا من كنوز وأرشيف زاخر لإذاعة بي بي سي على مدى خمسة وثمانين عاما سيكون موضع اهتمام منا لإتاحة الفرصة لكم من أجل الاستماع والاستمتاع به ساعتنا تقترب بعد دقائق من الواحدة ظهرا بتوقيت جرينيتش من يوم الجمعة السابع والعشرين من يناير كانون الثاني لعام الفين وثلاثة وعشرين وكما بدأنا نختتم بالشعار الغالي هنا لندن القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية وأيضا هنا لندن بي بي سي فعلا محمود هنا لندن هذه الكلمة عن الكثير لا شك باقي في الذاكرة الجمعية لأنه الزمان كان الناس عندما يتهون عن الأخبار حتى في أوطانهم كان يقولون ماذا قالت لندن في كل الأحوال هذه نقطة النهاية نقطة حقبة لكن حقبة أخرى ستبدأ لم يكن هذه انطلقت بالفعل ما في شك بالتأكيد يا نور هذه نقطة البداية بالتأكيد شكرا جزيلا يا نور شكرا بعد 85 عاما من البرث المستمر انتهى اليوم مشوار راديو بي بي سي عربي عبر الأثير لكنه يبقى معكم عبر المنصات الرقمية أترككم مع هذا التقرير من إعداد الزميل جوليان الحاج ورسم توني معلوف وألقاكم الأسبوع المقبل هنا لندن هنا لندن هنا في لندن عام 1938 بدأت رحلة راديو بي بي سي عربي نحن نوضيع اليوم من لندن للغة العربية لأول مرة في التاريخ بنت الإذاعة ثقة كبيرة عبر السنين بتغطيتها المحايدة لكل الأخبار والحروب والصراعات في العالم واعتمدت في ذلك على شبكة واسعة من المراسلين والصحفيين جاء في البلاغ الرسمي أيها سيداتي سادتي جاء في حصاد اليوم الإخباري من البي بي سي صارت هنا لندن منبرا مفتوحا للسياسيين وأهل الفكر والثقافة والفن هيأت لي محطة الإذاعة البريطانية بمناسبة وجودي في لندن فرصة التحدث إليكم أم كلثوم فاتن حمامة نجيب محفوظ تحية كاريوكا عبد الوهاب صباح فيروز وغيرهم وكانت بي بي سي أول إذاعة عربية توظف سيدات في برامجها السياسية تبدلت الأزمان تطورت التقنيات فتوسعت منصات بي بي سي باللغة العربية اليوم نسدل الستارة على 85 عاما من الأخبار والبرامج واللقاءات على 85 عاما من الذكريات ينتهي مشوار إذاعة بي بي سي عربي ونبقى معكم بالصوت والصورة عبر كل وسائط التواصل الأخرى هنا لندن هنا لندن الزمن يتغير ولكن لا يتوقف شكرا لوفائكم شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة